في رحلة الميلاد يذكر المؤرخ طبيب لوقا البشير لوقا عن أسماء مهمة في أيام المسيح واحد طبعا من أهم الأسماء هو أغسطس قيصر فالسؤال من هو أغسطس قيصر؟ أنا موجود في قصاريا مراتيمة قصاريا اللي على البحر الأبيض المتوسط هذه المدينة بناها هيرودوس الكبير بناها تخليدا وتكريما وتبجيلا لأغسطس قيصر اللي ما أجى زار هذه المنطقة وهذه المدينة طبعا تحدث يعني أعظم الأبنية في العالم وسعها جملها رتبها هيرودوس الكبير واحدة من الأبنية أنا موجود بجانب الأكوا داكت القديم قنوات مي بناها يجيب المي من سفح جبل الكرمل ووصلها إلى قصاريا طبعا مي حي مي طازجة حتى يعني مش بس للشرب حتى بنى قصور في قصاريا وكان عنده بركة ماء بركة للسباحة في البحر نفسه هذا اندل على شيء بدل أنه كان عبقري في البناء وأيضا بنى الثيتر والهوبودروم بنى الحمامات والساونة الشوارع وطبعا أبنية ضخمة كثيرة اندلت على شيء بدل أنه كان بارع في الذكاء طبعا هيرودوس الكبير وأنه اتحدى الطبيعة في هذه الأبنية أقول اتحدى الأبنية لأنه بنى أكبر ميناء في هذه البلاد طبعا هذه المنطقة مثل ما شايفين ما في خليج لكن فعلا بنى ميناء جاب نوع من التراب مثل الفحم وسكبوا في البحر تحول إلى اسمن وبنى خليج كبير حتى تأتي السفن وهذه المنطقة مهمة جدا لأنها تقى على الطريق الرئيسي فيا مارس اللي بتربط العالم القديم من مصر إلى أرض ما بين النهرين كان يريد أن يسيطر على التجارة أبنية كثيرة واليوم كل الحفريات بدل أنه كانت مدينة تجارية كان مدينة إدارية سياسية الحاكم أو الوالي كان بيسكن في هذه المدينة منها بيلاطوس اللي راح إلى مدينة القدس أورشليم لمحاكمة المسيح بنى هذه المدينة حتى يكرم صديقه أغسطس قيصر أغسطس اللي اسمه أكتافيان ولد سنة 63 قبل الميلاد وتوفي سنة 14 بعد الميلاد في سنة 26 قبل الميلاد توجى بلقب أغسطس قيصر أي المبجل الأعظم غسطس قيصر كان يستجمع بين الذكاء والحنكة السياسية والقوة والنفوذ العسكري وأيضا كان صاحب رؤية عظيمة بناء الأبنية العظيمة منها الفورومز وطبعا أبنية أخرى في كل مكان اندلت على شيء بدل على الحنك اللي كانت عنده في أيامه انتشر التشريع والقوانين الرومانية وأمر ببناء الطرق العديدة حتى تربط كل الطرق في روما وأيضا في أيام أغسطس قيصر جعل روما من جمهورية محلية إلى إمبراطورية عظيمة جدا بسط النسر الروماني أجنحته في كل مكان على العالم القديم حتى وصل أوروبا إلى آسيا الصغرى ونفوذه كان واضح من بريطانيا ووصل حتى الهند كلها في هذه الفترة في أيام أغسطس نشر ما يسمى باكس رومانا السلام الروماني لمدة أكثر من 200 عام في أيام أغسطس طبعا أعطى الإمكانيات منها سلف رول أو أوتونومي اللي هو الحكم الذاتي في عدة مناطق لكن من الأشياء المشهور فيها في أيامه أنه أمر عدة مرات بالاكتتاب والإحصائيات والبشير لوقة بيتكلم عن إحصاء حدث في ولاية سوريا في الأراضي المقدسة في هذه الأماكن في أيام أغسطس قيصر أيضا أغسطس كان محارب شجاع وربح معارك كثيرة واحدة من المعارك القوية تغلب على المنافس بتاعه اللي هو مارك أنتوني وكيليو باترا من مصر مما أدى رجوعهم إلى مصر وانتحروا هناك طبعا عندما مات أغسطس قيصر أعلن السناتور كما أعلن من قبل أعلن عن يوليوس قيصر أن أغسطس هو إله وأيضا يعبد طبعا في كل مكان من سافر فيها في هذه البلاد من شوف إما بصمات أو أثار بصمات لأغسطس قيصر قيصر وسيطرته ونفوذه في هذه الأماكن أو هيرودوس الكبير اللي كان الأداء والحاكم والملك في كل هذه الأراضي حتى ينفذ طبعا هو عاوز يعني يكون غني وثري لكن في الواقع كان يتمم مشيئة الآب حتى يوسف ومريم يذهبوا إلى بيت لحم نتيجة هذا الإحصاء وتتم النبوة أن المسيح يولد في بيت لحم اشتركوا في القناة